بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل على المثال اللي نحن جالسين نتكلم عنه مثال الـ Class Employee شركة النجاح خلو نضيف ميثود جديدة لحساب راتب الموظف بعد العلاوة السنوية بمعنى أن الميثود هذي نستخدمها كل سنة حتى نزيد راتب الموظف مع العلاوة السنوية وطريقة حساب العلاوة السنوية كالتالي إذا كان موظف مدير تكون العلاوة السنوية ألف ريال إذا كان موظف عادي وليس مدير فإنه تكون العلاوة السنوية خمسمائة ريال بالإضافة إلى ذلك فإنه بناء على حسب الأرباح السنوية للشركة يكون هناك بونس أو إضافة كنسبة مئوية من العلاوة بمعنى لو فرضنا أنه بسبب أرباح الشركة السنة هذه قرر قررت إدارة الشركة أنه تكون البونس خمسة عشر يضاف إلى العلاوة خمسة عشر بالمية منها فالمدير مثلا بدلا من أنه تكون علاوة السنوية السنة هذه مثلا ألف ريال تكون ألف ومئة وخمسين ريال أضافنا خمسة عشر بالمية من الألف لها طبعاً شركات عادةً مفهوم البونس شركات يختلف شوي عن المفهوم هذا بس خلو نجرب مفهوم خلو نجرب النفذ أفرض أن شركة تتبع المفهوم هذا أو شركة النجاح تتبع المفهوم هذا وطلبوا أنهم طلبوا إضافة الشيء هذا لبرنامج طبعاً إذا تبغى فكر شوي في الموضوع وين تكون الإضافة عندك Class Employee كانت هل تكون في المين هل تكون في Class Employee كيف تكون الإضافة هذه فكر شوي وارجع للفيديو طيب حسب الديزاين اللي عندنا السلري أو الراتب موجود ضمن Class Employee لل Object Employee فبالتالي راح تكون الإضافة هذه راح نضيفها لـ Class Employee ورح نضيفها على شكل مثود نسمي المثود هذه Increment Salary أو Z الراتب هذه هي المثود فالشخص اللي يكتب Class Employee هذا اللي هو فهد مثلاً هو المسؤول عن أنه يكتب المثود هذه اللي تضيف علاوة للموظف زيادة على راتبه طيب قلنشوف المثود هذه في الإكليبس هذه عندنا المثود Increment Salary قدامكم طبعاً المثود تستقبل Two Parameters وتقوم بزيادة في النهاية تقوم بزيادة السلري الخاص بالـ Employee تقوم بتغييره وطريقة تستعيل المثود هي الطريقة هذه اللي قدامكم طيب خلوا نشوف المثود عن قرب ونحاول نتعرف على خصائص أو طريقة عمل المثود هذه بشكل سريع طيب هذه المثود Increment Salary قدامنا المثود تبدأ أولاً باستقبال Two Parameters البرامتر Job والبرامتر Bonus زيان؟ Job اللي هو وظيفة هل هو منجر أو employee والبونس اللي يكمل بونس اللي قررت شركة أنها تحتاسبه زيان؟ كيف تستدعي المثود؟ نستدعي المثود زي ما شفنا في الإكليبس هنا نرسل الArgument الأولى اللي هي هل هو موظف أو مدير والArgument الثانية اللي هي البونس زيان؟ فهذه طريقة تستدعي المثود يجينا الArgument الأولى مثلاً جاءنا manager والArgument دخلوا نكتب القيم عندها زيان؟ فالArgument الأولى كانت manager الArgument الأولى هي manager والArgument الثانية هي 15 أو نعم 15 فإذن قيمة البرامتر هذه الArgument نضعها في البرامتر زي ما ذكرنا سابقاً فقيمة البرامتر وجاوبه هو manager string manager طبعاً قيمة البرامتر بونس هو الرقم 15 رح ندخل جوى المثود هنا رح يبدأ التنفيذ أول شيء رح نضع نقول العلاوة تساوي صفر بعد كذا نشيك هل الوظيفة manager أو الوظيفة employee إذا الوظيفة manager عندنا هنا فإن العلاوة تكون ألف هذه العلاوة الأساس إذا الوظيفة employee فإن العلاوة تكون 500 نطلع من الـ F هذه بالعلاوة سواء ألف أو 500 بعد كذا هنا نيجي الآن نقول الراتب الجديد نزيل نيجي هنا نقول الراتب الجديد رح يكون يساوي للراتب القديم زي ما نشايف هذا السلري الراتب القديم مضبوط زائداً العلاوة سواء 100 ألف أو 500 في 1 زائد البوناس عالمية هذه طريقة حساب 15% من العلاوة مضبوط سبق أننا شايفنا أمثلة قبل كيف نحسب نسبة مئوية من رقم معين زين فإذا لو وضعنا هنا ألف رح نقول ألف ألف في 1 زائد 15 عالمية فتطلع لي ألف ومية وخمسين فإذا حسبنا السلري الجديد باستخدام السلري القديم اللي هم خزن لاحظنا السلري الجديد عبارة عن local variable بينما السلري القديم عبارة عن instance variable أو attribute موجودة في الكلاس employee السلري القديم اللي هو هذا هو هذا السلري عبارة عن attribute في الكلاس employee زي ما نشاهد قدامنا مضبوط بينما السلري الجديد هذا نحسبه كlocal variable طيب بعد كده الآن لما حسبنا السلري الجديد زي نلاحظنا حسبناه مؤقتا على جنب ليش لأنه عندنا شرط ثاني يجب أنه ما ننسى هذا شيء مهم جدا لما يتغير البرنامج يجب أنه ما تنسى الشروط القديمة الشرط كان يقول لنا أنه لابد أنه new salary يكون أكبر من خمس آلاف أو عفوا السلري لابد أنه يكون أكبر من خمس آلاف وأصغر منه يساوي 20 ألف زي نلاحظناه لابد أن يكون مرانا أثنين بمعنى أنك لو سويت علاوة للمانيجر كان راتبه 20 ألف سويت له علاوة رح يطلع راتبه فوق 20 ألف هذا يخالف قواعد الشركة بشكل عام أعلى راتب ممكن يأخذ الموضف في الشركة اللي هو 20 ألف مضبوط فإذن لازم نضع ال if statement اللي موجودة عندنا هنا حتى نتأكد أنه لابد أن الراتب الجديد بعد العلاوة يكون مطابق لقواعد الشركة لما يكون مطابق لقواعد البزنس أو قواعد الإدار اللي تضع إدارة الشركة مضبوط واللي حنا كمبرمجين نطبقها تنفيذ القواعدهم نجي ونسند القيمة السلري الجديدة الآن خزنها في الأوبجيكت تمام طبعا لاحظ هنا ما استخدمت هنا استخدمت بس عشان أذكركم أنه ممكن تستخدم أو ما تستخدم بالحالة هذه ما في فرق بين الثنتين تمام طيب فإذن بالطريقة هذه حسبنا العلاوة أو الراتب الجديد بعد العلاوة وغيرنا الراتب وزدنا في حالة أنه كان مسموح الزيادة السؤال الآن اللي يطرح نفسه هو لو بعد فترة الشركة جت وقررت أنه قواعد تغيرت وقررت أنه الراتب مسموح بين خمس آلاف وبين ثلاثين ألف وليس عشرين ألف تمام بين خمس آلاف وبين ثلاثين ألف وليس عشرين ألف وش راح تسوي في الحالة هذه خلونا نرجع البرنامج هنا يجب أنك تغير مكانين في البرنامج وليس مكان واحد راح تغير هنا في الست حق السلري وراح برضه تغير هنا في الانكرمينت حق السلري راح تغير في مكانين مضبوط وهذه مشكلة كبيرة أنه إذا كان في تغير في مكانين هنا دائما نحاول أن أي كود يتكرر نحاول أنه يكون موجود في مكان واحد وهنا من أهم فوائد الميثود أنه توفر لنا الشيء هذا أنه تحلنا مشكلة زي المشكلة اللي قدامك أنك ما تبغى تغير في مكانين تبغى تغير في مكان واحد تبغى تغرر قدر الإمكان من تكرار الكود اللي يسوي لك نفس العمل زين فإذا الأفضل هنا أنك تشيل الكود هذا تحذف الكود هذا وتكتب الشيء تقول set salary هنا بالقيمة الجديدة new salary تمام الآن الآن خلنشوف خلنشوف الكود هذا كيف يعمل زين خلنشوف الميثود هذه الجديدة اللي عدلنا فيها خلنشوف كيف تعمل هذه الميثود هذه الميثود الجديدة هنا وهذه الميثود القديمة تمام هذه الميثود القديمة وهذه الميثود الجديدة عندنا هنا زين هذه الميثود الجديدة طيب وش이 لتغير هو الجزء هذا بدلا من أننا هنا سوينا الشرط بأنفسنا في الجانب في الميثود القديمة في الميثود الجديدة استخدمنا الميثود set salary استغلينا الميثود set salary بمعنى أن الميثود استدعت ميثود أخرى تمام وهذا شي طبيعي أصلا أنت الميثود set increment salary الميثود increment salary اللي عندنا هنا لما نستدعيها دائما نستدعيها من المين فالمين هي ميثود تستدعي جواها ميثود increment salary مثلين ميثود increment salary عادي جدا نستدعي ميثود ثانية set salary بما أن الكود مشترك تذكرون الكود اللي كان موجود هذا هو نرجع مرة ثانية الجزء هذا من الكود هو جزء مشترك ويجب أنك تكون دقيق جدا يعني بالضبط نفس الكود اللي موجود في الست فإذا نجي ونحط الميثود نستدعي الميثود set هنا ويكون الشغل كله في الميثود set ونعدل في الميثود set فقط بحيث أن يكون الراتب الجديد أو الراتب حسب القواعد الجديدة بين خمس ألاف وبين ثلاثين ألف طيب كيف تتنفذ الميثود هذي نعطي يعني بشكل سريع جاء استدعاء للميثود هذي خلو نشيل الميثود القديمة حتى بس ما تلخبطنا جاء الآن عندنا استدعاء للميثود إنكسال تجينا الجوب مثلا نفرض أن الجوب مانيجر فتجينا هنا مانيجر وهنا تجينا 15 تمام هنا string طبعا فييجيه بناء على الجوب وبناء على هذا يحسب لنا العلاوة الجديدة ويحسبنا الراتب الجديد زين بعد ما يحسب الراتب الجديد ونفرض أنه مثلا كان الراتب مثلا 10 ألاف والعلاوة 1000 والبونس 15 فرح يكون الراتب الجديد 11150 فإذا النيو سالاري هنا رح تكون قيمته 11150 خلو نكتب القيمة بس عشان 11150 وخمسين تمام هذا قيمة نيو سالاري الجديدة الآن نجي نرسل قيمة نيو سالاري الجديدة هذه زين أن نستجدعي الميثود ست سالاري هنا ونرسل قيمة نيو سالاري الجديدة إلى السالاري هنا فيكون تكون قيمة سالاري هنا 11150 تمام بعد كده ندخل هنا ونشيك هل 11000 هل الراتب الجديد بين الخمسالاف وبين الثلاثين ألف إذا كان كذلك فنجي نضعه في الاتريبيوت أو الانستانس باريابل سالري إذن بدلا من أننا كنا نسند مباشرة الانستانس باريابل سالري من إنكسال لا خلينا استغلينا أنه عندنا ست فيها قواعد الراتب نفسه حتى يكون التغيير في مكان واحد وليس في أكثر مكان إذن هنا نشوف كيف أنه ميثود قامت باستدعاء ميثود أخرى الملاحظة هنا المهمة جدا خلونا نرجع للبرنامج الأصلي حتى نلاحظ الملاحظة هذه لما جينا نستدعي إنكسال من المين اضطرنا نضع الأوبجيكت زينا قلنا إي وهنا لما جينا نستدعي قلنا إي تو تمام بينما جوا هنا ما اضطرنا نضع أوبجيكت زينا ما اضطرنا نضع أوبجيكت السؤال ليش الشي هذا لأنه هنا عندنا أكثر من أوبجيكت عندنا إي وعندنا إي تو عندنا إي ثري نقدر نسوي مجموعة أوبجيكت فلما استدعي ميثود إنكسال أنا ما أدري أي object مستدعات عليه الميثود بينما لما نستدعي incsal على الـ object e زين فإننا لما نيجي هنا الـ incsal فإننا مستدعين على الـ object e فلما نستدعي 6 salary مرة ثانية رح نستدعي 6 salary على نفس الـ object e يبقى معنا الـ object e جالس يمشي من method إلى method رح نشوف إن شاء الله هذا في فيديو قادم نوضحه بشكل أفضل إذا كنت تحسنك ما تلخبط وتحسنك زين لازم الميثود يكون قبلها شيء ممكن تكتب هنا this.set salary فتكون عندك object تستدعي عليه الميثود والـ object هو this اللي هو هو الـ object اللي استدعينا عليه incsal فلو استدعينا incsal على الـ object e زين فإنه رح يكون this قيمته هنا هي الـ object e وبالتالي نستدعي set salary على الـ object e إذن تحط الـ this أو ما تحط الـ this هنا بما أنك جوه الـ class فإنه دائما على حسب الـ object اللي مستدعي الميثود أول ميثود دخلنا منها جوه الـ class اللي هي incsal يبيبقى معنا أي ميثود نستدعيها جوه حنا جوه الـ class جلسين نشتغل فإنه رح دائما تتبع الـ object اللي في البداية استدعينا عليه أول ميثود وحنا جوه الـ class مثلا يعني بعيدة بشكل سريع بس لو قلنا e.incsal زين هنا رح نستدعي الـ incsal على e تبع الـ object e فهنا لما نجي نستدعي set salary رح نستدعي تبع الـ object e مضبوط نخلص من set salary نخلص من incsal نرجع للمين هنا نجي نكمل نجي هنا نستدعي incsal مرة ثانية بس تبع e2 فندخل هنا incsal تبع e2 لما نجي نستدعي set salary رح نستدعي تبع e2 وليس e مضبوط نشوف إن شاء الله هذا في فيديوهات بشكل أوضح في فيديوهات قادمة